حقيقة يعطيهم العافية فرقة الكويت مبدعين دائما في المعزوفات دائما يحطونا ما بين اللقاء واللقاء وفقرة وبين فقرة ثانية الطالب الطالي مسرحية كوميدية راح تنعرض ان شاء الله في تاريخ 2 فبراير ابطالها نجومها شنو فحوى هذه المسرحية راح يكون معنا لقاء جميل وحلو مع فنان جميل الكل فينا يحب الفنان أحمد العنان وأيضا الفنان عبدالعزيز مصار حياكم الله ومنورينا يا حبيبي النور نوركم وانت شرف بجودة في ليالي الكويت حبيبي العنان عبدالعزيز حياك الله يا دقاء أول زوال من العطالة من البطالي واللي يوصل أول واحد سرع الطالي حياكم الله في ليالي الكويت منورينا اليوم في الاستوديو وإن شاء الله مسرحيتكم راح تنطلق في 2 فبراير المسرحية من إنتاج شبابي وطاقم كله شبابي شنو يعني لكم هالموضور أنه كل شباب المسرحية والله يعني المنتجين مو غريبين علينا ولا على الوسط الفني يعني فهد البناي مبارك بمعنا نوجه من تحية طبعا المفروض يكونوا موجودين معاكم كل يوم كسر المضارف ما يوبياكم ما هو مضارف ومفواز ما يبيب فهد أني طالب عندنا أنا دفعة فقاعد يتهرب مني فهد طبعا مبارك يستاهلون إحنا أولا فريق واحد يستاهلون نوقف معهم ونساعدهم بالعروض وإن شاء الله يا رب الله يوفق هذه المجموعة مع عز نصار ومحمد رمضان ونوف السلطان مو مركب السلطان شنو رح تستفيدون من هذه التجربة تجربة الأنتاج الشبابي شنو الاستفادة منها والله عزيزي عبد عزيزي ساكت أنا رب فوازنا موجودة أنا قايلة لما أشتلك تكلف شونا نقول يمكن هي خطوة يديدة حقنا أنا كشباب أن يكون إنتاجنا شبابي العادة نشوف المنتجين الفنانين الكبار دائما أهم اللي ينتجون هذه خطوة يديدة يعني تنحسب لنا نحن قاعد نتأسس حق جدام وهذه الخطوة نفكرين فيها من سنة يعني أن من موسم فبراير خلاص ننتجحنا شباب بإحساس نعرف خطة تنتاج شون صايرة حق 15 سنة جدام 20 سنة لما كل واحد مننا ينفرد بمسرح بروح عبد العزيزي المسرحية طبعا من تأريف وأخراج أحمد العوضي حبيبنا كلنا أحمد العوضي يعني لابنعرف شون كانت تعامل معاكم بالمسرح نقول الصج بس البوح يا الله راضب هو ليش بوح والله احتمال أحمد العوضي صراحة يعني تشتغلنا مع بعض ككاتب طبعا المسرحية اللي طافت كان تأليفه أخراج أول مرة بس حريض على شغل يلا بروفات يلا يعني قلت له أنا طبعا في ظروف ممكن ما أقدر بخصوص مسرحية جدة إن شاء الله شواء بسافرون أنا طبعا في عندي ظرف إنه ما راح يقدر أسافر معاهم والله يوفقهم إن شاء الله بس الجولة الخليجية إن شاء الله أني بكونوا بياهم كل بسافر قلت له الشرايك تبيني باتشتر تشتغل معي بروفات بروحية يحب البروفات مالك البروفات هو الأن أحمد خريج المعد عاد في المسرحية ويشتغل مهرجانات أكاديمية فدائما المهرجانات تشتغلون بروفات شهرين فأخوة حريص من هالنوع وهذا أول تجربة له مع المسرح الجماهير وشوف طبع منه طاحب إصابة يعني عارف سؤال أستاذ أحمد الحين شي جميل إنه يكون المؤلف هو نفس المخرج أنت كفنان يعني ولا يفترض أن المؤلف بروحه والله يعني عادي هو النص أنت منزعج من صرفاتك لا لا بالعكس والله النص ترى أحيانا يلي لك نص يتعبك أنت كممثل تبي تعطي مجهود وتبذل عشان تسوي هالنص نص يعني أنت تتعبك عظمه أحمد دائما أقول عظمك يجيك عظمه بعدين تبني عليه إيه أنت أما فيه يجيك نص أحيانا جاهز بس تحب إفهاتك شغلك بهاراتك على لأما فيه نص يريد تحط تأليف تحط مشاهد تريد تسوي لبعال دراني مرة ثانية لكن يعني أفكارها حلوة أحمد وإن شاء الله أننا مستمرين يا رب بإذن الله تعالى بصراحة شدني اسم المترحية عطالي وبطالي وللحن ما عرفنا من العطالي من البطالي سألتكم ما رديتكم على جواب لكن نحن نبي نوضح حق المشاهدين شغلة كل شخص فيكم جسد عدة شخصيات مختلفة نبي نعرف مع المشاهدين شنو الشخصية لكل واحد فيكم قدمها قدمها ولا بيقدمها لا بيقدمها عطالي وبطالي يمكن هي نوع يديد من المسرحيات اللي احنا ما قدمناها مسرحية معتمدة على سكتشات فكل مشهد فيه كاركتر معين فهذه المسرحية بالذات كل واحد فينا مسوي ثلاثة أربح كاركترات ما في دور ثابت مزين شنو أقرب لك عبد العجيز ككاركتر أو دور معين والله ما في شي معين وين تلقى نفسك فيه كعبد العجيز المصار بأي مكان حتى بالبطالي هل كان في رسالة ودكم توصلونها من خلال تعدد الشخصيات بس رسالة عندها رسالة عندها والخلافات عندها الرسالة نوصلها أنه التكالية يعني أنه فريج أهل فريج وكل واحد التكالي كل واحد هذا مهمل هذا التكالي ومبين العامل الدكتور المهندس يعني صاحب المزرعة صاحب تكرمون الزبال الفريج مثلا لجمع الزبالة يعني كل واحد عنده إهمال وعنده تكالية ويكون على الطالب الطالي هذي عفسة طالب الخمدي نحن نكمل معكم اللقاء أكيد لكن كامرة برنامج جاء بكويت تجارتكم هناك في بروفا معينة خنشوفها مع مشاهديننا راجعا لكم مسرحية عطالي بطالي الأدوار صايرة كلها أصلا ومثل ما تقولين عظمة المسرحية صايرة على الشخصيات نفسها كقصص الشخصيات كل شخصية وقصتها عاد وشنو الرسالة اللي بنقولها من خلال الشخصية نفسها فاحنا نشوف مواقف كل واحد فيهم شلون وصل حك شهادته شلون تزوج شلون عاش حياته لين وصل إلى أن إنسان نقدر نقولها بالكويت بطران على النعمة لين نشوف في النهاية أنه وين ممكن يوصلنا هذا الشي اللي احنا قاعدين نعيشه النسرة النسرة اللي ريالها سكانها اللي ايت مشيق روح طبخ لي روح سولي روح يلا كوه دومي مشت شعري النسرة هذه النسرة اللي ما كتل جوع الريال مسرحية كوميدية حادفة تتكلم عن جوانب اجتماعية كوميدية اقتصادية من كذا جانب تتكلم حياكم الله تاريخ اثنين اثنين على مسرح الدسماء وتنورونا وإن شاء الله نكون عند حسنا الظن مكملين معاكم مشاهدينا مع ضيوفنا احمد العنان وعبد العزيز النصار احمد العنان فيلم الجولة الاخيرة بطولة عبدالله طليحي نربي ماهر سلمان عيد اعتذرت عن هذا الفيلم ليش الله اه كان ودي اشارك الفيلم هذا مع مجموة بطولتك الفيلم كان بطولة لكن لا ولا بطولتك يا اخو يا عبدالله وتستاهل بس انه كان عندنا غروف عروض المسرحية عروض المسرحية بره ايه ما قدرت لكن راح انزل ان شاء الله بنفس الوقت ونفس التاريخ معاك في فيلم منافس سفرة خمس نجوم مع عبدالله بهمن بإذن الله ها منافسة موجودة منافسة احمد العنان لو بقولك توجه سؤال حق عبدالعزيز شنو توجهنا حكا عبدالعزيز حكا بخور حكا عندك عزوز مستانس وياي كنو يا سؤال هل حسن الله وسلم نبي سؤال سؤال هو قبله شوي قال الاسئلة والرسايل عند احمد احنا انا اقولك واجه له سؤال نبي سؤال يعني ممسطعر عزوز شنو الدور اللي ودك تقوم وتسوي اقوم الهين أنت نفس السؤال سأدنيها داخل سألك المعد عزوز ثلاث وردات تهديم حق عبد العزيز أنت سأل أحمد من الهدف القادم من الهدف القادم إداري إداري هذا الشيء خاص وما قد نصر نحن مفاهمين هالشفرات هذه نحن مفاهمين في عندكم رحلات خليجية وأعتقد تلكم ردين في عرض لراس الخيمة في دولة الإمارات العربي شنون ردة فعل الجمهور هناك وكان في حضور ضفواز عزوز شنون لا تقول لا أتكلم عن رأس الخيمة طال عمرك رأس الخيمة أولا نشكرهم حاكم الإمارة ليه أصغر واحد في إمارة رأس الخيمة حفاوه وتقديره ومو حجي صج والله شنون شيل أقول لك والله تبتطلع تبتروح حتى القهوة مطعم ما في يعني شنو هالتغدير شنو قلت يوبا والله أني يتوا هناك ما نسوي هاللي قاعد تسوونا زاك تغدير وما قصر مو يديد عليهم رحنا في جولات كانت في أمريكا في بلندن بس مثل هالجولة هذه الأخيرة كانت فعلا مسك الختام للحكم لكم طبعا عندنا في ليالي الكويت كل شيء مميز ونبي الشيء مشاهدي الكويت يستاهلون أفه شيء من المسرحية اليديدة أعطنا شيء بفرص مستاهل مستاهل المشاهدي يستاهل بعد المشاهدي يستاهل يبي فيه حق ليالي الكويت شيء حصري حصري حق ليالي الكويت أنت المدير والله سؤالي العزوز على ما أنتذكر خلاص أسأل عزيز عزيز أنا طبعا يعني تابعتك في المسرحيات حبيتك لمقدم المسلسل اللي كان من إنتاج عمر صباح اللي كان أخوك عبدالله السيف عدل؟ المسافات ماذا اسمه؟ المسافات 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 ماذا اليائي؟ اليائي والله لا يوجد شيء في عمل كوميدي إن شاء الله حق رمضان مع أبو إلي حسن البلام وأحمد العونان ومجموعتنا هذه الشبابية مسلسل كوميدي كوميدي دراما اللي الحين لا يوجد شيء ما إذا في شيء على طلب نصرح فيه بصراحة أحبت دراما بصراحة أنا أصلا يعني التجربة ما كانت دراما كان حتى خطي بالمسلسل كوميدي أنا شفتك عشوية قط أفيهات وكذا لكنه العمل كله كان درامي هو العمل درامي بس أنا خطي كان كوميدي أنا وخالد مضفر نزيل يعني ما نجربنا الدراما الدراما إلا بمشهد واحد ويعني ما كان فوكس بس علينا أنا وخالد كان العائلة كلها عليها فوكس فلنش هي التنث نواني أو أربع نواني يعني أنا مساء ربما يشغل مخرجكم كان محمد القفاص والمخرج هذا معروف عنه شديد صحيح موجهة تهية شون عطاك مجالنا كنت تاخد راحته وتطلع الناس والله من الأساس يعني كان مخترح الاسمين بالذات عشان هدف معين فإذا بيبنى وبيحكرنا على قوتي ما راح يعني ما راح نفيد المسلسل وهو الأمار بعد كان شديد معنا يعني في أباك نوايد أباك نوايد قالنا لا تقولوا لا شيلة ولا نفة بس الحمد لله تجربة كانت حلوة الله أتكلم الفنان أحمد العنان ليش دائما يكون يعني المدير حق العمل أو المشرف حق الإنتاج دائما يكون شديد ليش هل عدم تعاون الفنانين نفسهم أو تخاضل وصح القول الحين يمكن خلاص راح وقت صراحة الشدة أو الصراحة والمخرج اللي صارخ لا لا الحين المخرج لازم يشرف يجيك رفي يجيك ويهد عشان تأدي صراحة عشان قل الله الحين ما في أحد يعني صدقني بصارخ بيخسر أوهو صحته بيخسر الناس بشكل الموثل أو لا الموثل بشكل سيارته ويمشي الصراحة انتهى وقته وانتهى دوره ما في صراحة الحين يعني احنا تشتغل مع مجموعة تشتغل بنفس حلوة وطيب خاطر يعني احنا مجموعتنا ويا بعض مثلا انا وعزيز ومبارك وفادي ليش هالمجموعة هذي مرتاحين ليش هالمجموعة هذي هذا ما تروح إلى منحنة أو مفردة ثانية شلالية هذا شيء مرفوض اعتقد فيه ما في شلالية بالعكس علاقاتنا مع الكل ونشتغل مع الكل وكل فترة بس احنا مسرح رتحنا ويا بعض هو اساس يعني انا ما قاطع كلام فواز هو اساس كل متعيد المجامع اي بس يعني مو المجموعة الثابتة اللي كل مرة نفسها احنا كل عمل قاعد نضيف لعنصر يديد بداية مع عودة تجنيد كنت انا لعنصر يديد بعدها كان ميثة من حسيني عودة تجنيد انا مو ياهم فواز مو معنا بعدها مبارك المانع الحين نوف السلطان يعني هناك في اساس حك كل مجموعة في اساس يعني بس متعبتها في ناس في ناس تديش عليها وعاد بعدين تكمل الطالب والطالب عمل كوميدي رح يكون فيه لايف شو او عزف لايف شو رتكون طريقة بالمسرحية هو غريب عشان تلي الشباب يعني فهد ومبارك والمجموعة كلها احرصوا على الموضوع ان يكون عزف لايف مسيغة كلها لايف هذا يعطي روح حق العمل يعني الناس تسمع العزف لايف احلم ان تسمع بلايباك فهي تجربة يديدة ان شاء الله يا رب يتغبلون هنا عزيز زعطيك العافية الله الله زعطيك العافية كل ما خير توجهنا اللي بتابعكم خلال شاشة في زولة كويت طبعا نوجه لهم دعوة ان شاء الله في فبراير الحضور الطالب الطالي ان شاء الله في مسرح الدسمة وان شاء الله انتم تشرفون ومشكورين على هذه الدعوة الكريمة في تلفزون كويت في لعين الكويت تامر عزيز مشكورين على هذه الاستضافة ويمكننا اكمل كلام اخوة احمد حياكم الله في مسرحية عطالي بطالي ننطركم ان شاء الله في مسرح الدسمة ولكم دعوة خاصة اعتقدكم العافية اعتقد محمد كان عندنا تقرير مميز مع زميلتنا سارة منصور تفضل